او من قريب فكرة ان انا العب باسمهم دي حاجة شرف دي حاجة يعني شرف لي ان انا الناس بتعرض علي ده فانا ما بحسش ان هي حاجة تقللهم بالعكس هما كانوا شرفوني بعرضهم وانا كمان بتشرف ببلد جدا يعني انا بصراحة فكرة التجنيز بالنسبة لي فكرة مرفوضة حتى لو كانت او مش موجودة حتى لو بيتعرض او مش معروضة انا فكرة التجنيز بالنسبالي لان انا مش عايزان كده حاجة هي موجودة بس في نفس الوقت يعني ده التفضل منهم علي انهم كانوا عايزين ان يبقى جزء من بلدهم لكن في نفس الوقت انا شايف ان بلدنا بلد كبيرة جدا واسمي شهر في اي مكان فعلا بصراحة ما عنديش السعداد ان ولادي يعيشه باسم غير بلدهم زي الملت حركة لنفس الانجاز اللي حصل السلام بتاع مستر اولمبيا بما انه ما حصلش قبل كده يتكرر اكتر مرة على ايدي وعلى ايد ناس كتير بعدين من ايه وما يكونش النجاح نجاح في لنماذج فردية انا عايز يبقى الموضوع بالنسبالي كزا حد ويبقوا بيحققوا نجاحات سنوية فده اللي هيخليهم كمان عندهم طموح ان اه يعني هيبقى يبقى حطينا ارض صلبة للناس كلها ده اللي انا شايفه بالنسبة لطموح الشخصي الفترة اللي جاي احنا كل سنة عندنا كل سنة عندنا الصورة دي بنعملها كل سنة من يوم ما تعرفنا على بعض اول مرة عملناها عملناها بعد بطرتنا 2013 فانا هو جاء عندي هنا مصر بصر بصورة بتاعت كل سنة ها استنيت الدناس وعمل لها اه لا لا هو هي ده فكرة ان انت اصلا انت لو بتلعب غير انت تبقى مدرب يعني بحلم ببقى يعني شغوف جدا وممكن الاقيني دم تقيل جدا مع الناس اللي حوالي اللي انا عارف ان هما يتحملوني اه لكن اه انا بحب بشكرهم جدا انا بحب بشكر كل الناس اللي اللي بتدعيلي من غير ما تعرفني او او اه او بيتقابلني يعني بحب بشكرهم جدا اه طبعا كلمة للناس كلها كلنا نقدر نعمل عم الناس السنة دي كل واحد في مجاله يقدر ينجح ويقدر يعمل اللي هو اللي هو بيحلم بيه اه شوية صبر وتوكل على الله كده وايمان ان انت اي انسان يقدر يعمل كل حاجة ذلك كل واحد يوصل ان شاء الله باذن الله انا اللي شكرا